موسيقى أهلا بكم ينطلق اليوم مؤتمر ميونيخ للأمن بدورته السادسة والخمسين بعد يوم واحد من قمة سوتي التي جمعت رؤساء كل من إيران وروسيا وتركيا وقمة وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط وفق الرؤية الأمريكية مؤتمر ميونيخ سيناقش في المبدأ السياسة الأمنية على مستوى العالم علما أن مفروم الأمن لم يعد يقتصر على الجانبين العسكري والسياسي بل تعدهما إلى مسائل أخرى كالغذاء والطاقة والتجارة والاقتصاد عموما وهذا ما يدفع إلى التساؤل عما يمكن أن ينتج من الدورة الحالية التي تعقد في ظل تحولات كبرى يشهدها العالم بدء من الحماية الأمريكية والحرب التجارية الناتجة منها مرورا ببريكزيت وتهديد وحدة الاتحاد الأوروبي وصولا إلى انطلاق إعادة الأعمار في سوريا وانتهاء الحرب عليها هذا من دون أن ننسى الأزمة الفنزويلية والتلويح الأمريكي بتدخل عسكري وتوسع النفوذ الروسي في مختلف أنحاء العالم في حوارنا هذا سنسلط الضوء على أهمية مؤتمر ميونيخ والنتائج المتوقعة منه وانعكسات القمتين النقضتين التي سبقته قمة وارسو وقمة سوتي ضيفانا في هذا الحوار الدكتور علوان أمين الدين مدير مركز سيتا للدراسات ورودولف القارح الأستاذ الجامعي والمستشار في المؤسسات الأوروبية أهلا بكم إلى حوار الساعة أهلا بك أستاذ علوان ونرحب أيضا بضيفنا من بريكسال الأستاذ رودولف القارح بداية ربما من البديه أن نسأل هل يمكن أن ينجح الأمن حيث فشلت السياسة في تقريب وجهات النظر ومشاريع الدول الكبرى في العالم اليوم أصبح العالم متشابك لا تستطيع فصل الاقتصاد عن السياسة وحتى أن السياسة هي المحرك الأساسي للاقتصاد كما نرى الحروب الموجودة اليوم محركها أو جزء من محركها والاقتصاد وموارد الطاقة وغيرها فالموضوع أصبح اليوم متشابك بشكل كبير ويصعب الفصل فيه بين جزئياته فهو موضوع متكامل إذا نظرنا إلى مؤتمر ميونيخ هو ينظر إلى التعاون بين الأطلسي إلى تغيير المناخ إلى مراقبة الأسلحة إلى الإرهاب إلى أمور كثيرة تعد جميعها متشابكة فيما بينها فتشابك هذه المواضيع في مؤتمر للأمن يعني ذلك أن المواضيع كلها أصبحت اليوم في سلة واحدة تقريبا لكن المواضيع الخلافية كثيرا وخصوصا فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية المستجدة والسياسة غير التقليدية التي يتبعها دونالد ترامب لذلك نسأل ما المتوقع من قمة فيها الكثير من التنقضات والخلافات يعني اليوم هناك مؤشر مثلا حدث منذ البارحة وأول البارحة مؤتمر وارسو يعني الخلافات الموجودة بين الدول الأوروبية والأمريكيين هذا أيضا مؤشر الموقف الصيني والروسي من جهة أخرى أيضا هو مؤشر يعني اليوم العالم بدأ بنوع من التغيير في النظام العالمي أو ما يسمى أكاديميا الناسق الدولي اليوم نمتعد الأمور كما كانت وخصوصا أن الرئيس الأملكي دونالد ترامب يعني يجنح كثيرا في الولايات المتحدة إلى أماكن أخرى يعني حتى مع حلافاءه يعني خروجه من عدد كبير من الاتفاقيات مثلا منها اتفاق حتى باريس للمناخ خرج منه اتفاقية التي وقعها أوباما عبر الأطلسي كمان خرج منها يعني هناك تخوف من هذه السياسة الأمريكية من إلغاء الاتفاقيات أيضا طبعا الاتفاق النووي من ضمن هذه الاتفاقية سنتحدث عن الاتفاق النووي وعن عنوين خلافية أخرى ولكن اسمح لنا أن نتابع الآن تقرير ورد على موقع الشرق أو بوابة الشرق الإلكترونية يتناول أبرز ما سوف يتحدث عنه أو يدرسه المجتمعون في ميونيخ إذن نتابع بوابة الشرق الإلكترونية مؤتمر ميونيخ هل الأمن المواجهة والحياد في عالم مضطرب يعقد مؤتمر ميونيخ هذا العام في ظروف استثنائية وسط مشاكل وأزمات وأحداث كثيرة الأمر الذي سيعطي دورة 2019 أهمية كبيرة حيث يتضمن جدول أعمال المؤتمر عددا من الموضوعات المتعلقة بالوضع العالمي وسيجري تناولها والتشاور بشأنها ومن أهمها التأكيد الذاتي للاتحاد الأوروبي والتعاون عبر الأطلسي والتأثير المحتمل لعهد جديد من منافسة القوى العظمى وإيجاد الحلول للكثير من المشكلات التي تواجهها دول العالم في ضوء التنافس بين الدول العظمى كما سيناقش مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون في السياسة الدفاعية وسيصلت الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية في دول العالم شأنه في ذلك شأن تأثير تغير المناخ أو الابتكار التكنولوجي في الأمن الدولي ومن سيجمع الأجزاء المتناثرة وهذا هو السؤال الذي سيركز عليه المؤتمر هذا العام والجواب عليه غير مشجع ولا يدعو إلى التفاعل خلال العقود الأولى من عمر المؤتمر كان الحضور محدودا والمشاركون أقل وكانت النقاشات تتركز على السياسات الغربية ضمن الإطار الشامل لمواجهات الحرب الباردة وبعد انتهاء الحرب الباردة سعى مؤسس المؤتمر إلى توسيعه ليتجاوز الإطار الغربي الضيق فأصبح أكثر انفتاحا على مشاركين من دول أوروبا الوسطى والشرقية وكذلك على آخرين من دول ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي وفي الفترة الأخيرة تحول المؤتمر من التركيز على قضايا الدفاع فقط إلى منتدى للسياسيين والديبلوماسيين والباحثين وللمرة الرابعة على التوالي تضع جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة في تصنيفها الجديد للمؤتمر تضعه في مرتبة أهم مؤتمر في العالم إذن نتوجه بالسؤال للأستاذ رودولف القارح ورد في ختام هذا المقال إن المؤتمر تحول من التركيز على قضايا الدفاع فقط إلى منتدى للسياسيين من وجهة نظر أوروبية ألمانية تحديدا وهي الدولة المضيفة وهي الليدر في أوروبا الآن ما العنوان الأبرز على طاولة البحث؟ قبل البحث بالعنوان الأساسي للبحث ورح أعطيكي لأن العرض الذي تقدم منقوص نسبيا بالنسبة لدور هذا المؤتمر وتاريخي أولا يجب أن نذكر لوضع الأمور في إطارها أن هذا المؤتمر في مونيخ تأسس سنة 1962 على يد ضابط سابق في الجيش الألماني وفي حالة كانت محكومة بصراعات ما يسمى ويسمى أنذاك الحرب الباردة هذا له علاقة بالوضع الذي يحصل اليوم وبالتالي يجب أن نفهم دور هذا المؤتمر لكنه تطور وتغير مع مرور الوقت أستاذ رودولف لا يا شيدتي لا يمكن أن نفهم أن نفهم هذا الدور اليوم نحن نعيش حالة يمكن أن أصفها بثلاث أولا انهيار الرؤية الأمريكية للعالم بعد انهيار حائد برلين ثانيا محاولة تهميش الأمم المتحدة وهذه نقطة أساسية وثالثا محاولة إيجاد توازنات أو توجهات العامة ورؤية عامة للعلاقات المستقبلية على صعيد الدول وعلى صعيد العالم إذا أخذت البرنامج الذي يطرحه المؤتمر ترينا أن هناك ما أسميه أنا إعوجاجا رؤيويا في المنطق يعني بالفرنسي وبالإنجليزي ممكن نسميها أوروبيو سانتريسم أو أطلانتيكو سانتريسم يعني هناك رؤية من زاوية معينة للعالم وهذه التوازنات بدأت تختل ليس فقط لأن السيد ترامب يحاول تدمير كل من بنى على صعيد المؤسسات والمعاهدات منذ الحرب العالمية الثانية ولكن أيضا لأن الفكرة التي قالت سابقا مع فوبياما وغيره أن التاريخ انتهى وأن لم يعد هناك إلا هيمنة الدول الولايات المتحدة على العالم هذا أصبح اليوم سراب وكنا نقوله سابقا إنه سراب ما يبحث عنه مؤتمر مونيك اليوم هو محاولة استشراف توجهات عامل العلاقات الدولية لكن أعتقد أن الملهجية المتبعة غير صالحة لبحث هذه التوجهات أولا لأن الأرضية الفعلية لبحث العلاقات الدولية حتى الآن هي الأمم المتحدة وخلافا لما تقوله جامعة بنسلفانيا المؤتمر الأساسي لبحث وتوجيه توازنات العالم هو الجامعية العامة في الأمم المتحدة هناك أليات وما يحصل اليوم أكان مؤتمر ورسو تزامن كثير مهم أو مؤتمر مونيك بغض النظر عن الرؤية الوقعية الموضوعة ممكن نقشها هناك محاولة التفاف على الأمم المتحدة وهذه النقطة المركزية بغض النظر عن ما سنبحثه حول مؤتمر ذاته يعني الوضع الاقتصادي التوجهات ما المتوقع من الدورة الحالية إذا سمحت أستاذ رودولف يعني كي لا نستغرق كثيرا في التاريخ أو قراءة ما بين السطور ما المتوقع من الدورة الحالية هل يمكن أن ينتج عنها قرارات حاسمة تتعلق بالعلاقات الدولية أم أن قراراتها تقتصر على أمور بين مزدوجين ثانوية أو هامشية كمساءل تتعلق بالبيئة وببعض الاتفاقات التجارية البينية أو مساءل تتعلق بالأمن الغذائي هو ليس بقليل هو شأن أساسي في الأمن ولكنه ربما لا يغير موازين القوى العالمية أو في صراعات القوى الكبرى في العالم طرفي سيدتي كلامك كثير مهم لا لأنه عم يطرح سؤال مش بس عم يطرح سؤال عم يطرح تواجه ممكن قارن مؤتمر مني يخبي مؤتمر دافوس إذا تذكرت كيف بلش مؤتمر دافوس كان يقولوا مؤتمر دافوس سيحكم العالم ويحكم توجهات على العالم انتهى مؤتمر دافوس لها حلق النقاش تشبه عملية النقاش ضمن البقاهي هذا المؤتمر لا صفة شرعية له على الإطلاق على الصعيد القانون الدولي أعود وأكرر الأمم المتحدة هي المرجعية وبالتالي وبالتالي قرارات محكمة ما فيها تصدر إلا عن الأمم المتحدة توجهات آه ممكن وبالعقس هذا مفيد جدا لنعرف الاستشراف العام للسياسات القائمة تذكري أنه في هذا المؤتمر سنة 2007 استغل أو وجد الرئيس بوتين على المنبر وأعلن ما سمي أن ذاك عودة روسيا يعني ما انتهت بحياتها اختفت روسيا على الشيء وفي ناس حبين يختفين بس أعلن جيو سياسيا عودت روسيا إلى الساحة الدولية وبالتالي ممكن يكون منبر ممكن يعطينا مؤشرات عن التوجهات ولكن أن يتحكم هذا المؤتمر ويحكم المسارات يعني ما بدأش تعمل كلمة شعبية ما بدأش تطويل عرق بتهم لأنه المرجعية الأساسية بعتزر لهذا الكلام بس المرجعية الأساسية هي الأمم المتحدة نعم نعم اسمح لي أن أنقل هذا السؤال لدكتور أو الأستاذ علوان أمين الدين ما المتوقع من هذا المؤتمر الذي على ما يبدو يشكك البعض في جدواه أو في قوته وقدرته على خلق نقطة تحول في مسار العلاقات الدولية برأيك ما المتوقع منه أنا أتفق مع ما قاله ضيفك الكريم ولكن أريد أن أعلق على بعض الأمور صحيح أن الأمم المتحدة أنشئت بالقانون الدولي كحكومة عالمية بعد الحرب العالمية الأولى وفشل عصبة الأمم وكان الحديث عن إنشاء جيش أممي وحكومة عالمية وهذا الموضوع فشل يعني السياسات بالقانون أو قانونا أو ضمن المتعارف عليه بالقواعد الدولية هي الأمم المتحدة ولكن اليوم سياسة القوة هي التي تحكم يعني التوازنات الموجودة على الأرض هي التي تحدد السياسات الدولية وتغير النظام العالمي أو ما يسمى النسق الدولي كما ذكرنا بالإشارة للأمم المتحدة يعني الولايات المتحدة ليست المرة الأولى التي تضرب بعرض الحائط لا بقرارات الأمم المتحدة ولا بغيرها فمثلا يقول بول وولفوبيتس عندما كان الرئيس جورج دابليو بوش رئيس الولايات المتحدة كان يقول ماذا لو تدمر عشرة طوابق من الأمم المتحدة ماذا سيحدث يعني الموضوع كان في قمة الاستهزاء وحتى أن جون بولتن الموجود اليوم على رأس الأمن القومي الأمريكي قال لا دعي الأمم المتحدة بعد الآن عندما كان سفيرا في الأمم المتحدة فالموضوع الأمريكي مع الولايات المتحدة لا تريد الولايات المتحدة أن يكون هناك دور لهذه المنظمة العالمية حتى تقوم بالضغط من خلال التمويل وأخيرا ما نراه عن الأنر وعودة اللاجئين وغيرهم فهذا الموضوع بالنسبة للولايات المتحدة هي تريد التفرد واليوم ما نشهده في العالم من توترات هو كما ذكرنا هو بداية لتغير هذا النظام الدولي بالحديث عن دور الولايات المتحدة ودور القوى الكبرى بنحو عام كان لافتا في قمة وارسو انخفاض مستوى التمثيل أو انخفاض المشاركة لنقل ما يعكس ربما عجزا أمريكيا عن حشد التأييد للمشروع الأمريكي في الشرق الأوسط ألا ترى أن هناك تحول حقيقي على مستوى العالم يشير إلى أن الولايات المتحدة تضعف تدريجيا وهناك من بدأ يجرؤ بالتصدي لها وبالوقوف في وجه الولايات المتحدة سأعطيك عدد مؤشرات الحرب على جورجيا في 2008 كانت مؤشر على بداية العودة الروسية وموضوع الأمن القومي هذا موضوع فيما إذا بدأنا من أمتى بدأ التغير نوعا ما بدأ ملامح التغير خسارة الولايات المتحدة لأمريكا اللاتينية والقرى اللاتينية كمان هذا كان مؤشر عندما صعدت الأنظمة اليسارية بكثرة في القرى اللاتينية واليوم نرى استعادة هذه الحديقة الخلفية فيما يخص مؤتمر مؤتمر وارسو الأوروبيون اليوم يخافون جدا من السياسة الأمريكية وخصوصا نقض المعاهدات يعني كما ذكرت في أول حلقة الاتفاقيات التجارية وغيرها يقلق الأمم الاتحاد الأوروبي بشكل كبير اليوم بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني تحديدا ما يهم الأوروبيون هو الأمن ومن ثم الاقتصاد يعني هناك شركات كبيرة جدا أوروبية موجودة في إيران يتم الضغط عليها لسحب أموالها وإيقاف عملها مثلا وفي أمس مايكل بانس دعا الأوروبيين إلى انسحاب من الاتفاق النووي وقال إن بعضهم يقود الجهود الأمريكية أو يقف في وجه أمريكا هل هذا يعني أن أوروبا ربما تمصاع لهذا الضغط الأمريكي ولسيما أنها ما زالت تعمل وتحاول جاهدة لتشغيل أو تسيير الألية الأوروبية للتجارة وهي وجدت خصوصا لمحاولة الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد طهران يعني فيه هناك عدة أمور أو إجراءات تم أخذها من قبل الاتحاد الأوروبي في التعامل مع إيران بالنسبة للمصارف وتحويل الأموال يعني هذا مؤشر على عدم القبول بنقد الاتفاق النووي هناك مصالح للأوروبيين كبيرة جدا يعني لنعود إلى إيام الشاه في إيران من بدأ بالمفاعل النووي الإيراني هي شركة سيمانز الألمانية يعني هي التي بدأت اليوم هناك شركة الرينو أيضا تصنع في إيران للسيارات الفرنسية هناك شركات توطال وغيرها من الشركات أيضا النفطية فالأوروبيون اليوم لا يريدون النقد هذا الاتفاق والدليل على ذلك أن فادريكا موغيريني رفضت حضور المؤتمر وتحججت بأن جدوى لأعمالها مكتد وأيضا بالنسبة إلى الألمان وغيرهم من الشركات الأوروبيين أيضا خففوا التمثيل في هذا المؤتمر وأنا أعتقد أنه لم يكن له جدوى إلا في بعض الأمور والمؤشرات إذا تحب بعضيك أنا برأيك كان له أربع مؤشرات أولا عقده في مدينة وارسو تحديدا نحن نعلم أن العالم كان مقصوم بين دار السلام يسمى بدار السلام والعالم الحر كانت وارسو هي المقر العسكري لدار السلام فإنعقاد هذا المؤتمر في هذه المدينة طبعا هذا وإشارة إلى أن ما كانت تقول به ألمانيا من أن أي وجود أو تقدم روسي ستواجهه بولندا بالتحديد بولندا هذا أول نقطة النقطة الثانية أنه هو أول مؤتمر يجلس فيه العرب مع إسرائيل في مواجهة عدو مشترك وليس في نقاش في قضايا متضارفة فيما بينهم النقطة الثالثة هي موضوع إنشاء ما يسمى الميسا أو الناتو العربي في التعبير وهو أيضا أداة للابتزاز تاريخيا أن سياسة الأحلاف هي التي أدت إلى الحرب العالمية الأولى يعني موضوع الأحلاف العسكرية ستقود الأمن والسلام العالمي وتكثرها بينما بالنسبة لهذا الموضوع أنا أعتقد أن الموضوع الناتو العربي هو موضوع ابتزاز أمريكي وأيضا تصدي عسكري أما الموضوع الرابع فهو طبعا تهديد إيران أو المحاولة التطويقة على الأقل من جهة الغرب والخليج العربي سنعود للأستاذ رودولف إذا سمحت لأسأل أستاذ رودولف إلى أي مدى يمكن أن تواجه أوروبا الإدارة الأمريكية وكما لاحظنا بالأمس في وارسو التمثيل الأوروبي كان ضعيف وكان هناك بين مزدوجين نوع من التهرب أو محاولة الإفلات الأوروبية من الضغوط الأمريكية المتوقعة خلال هذا المؤتمر إلى أي مدى يمكن أن تذهب أوروبا بعيدا في مواجهة الإدارة الأمريكية وتحديها وخصوصا في الملف الإيراني لا مجال للإتحاد الأوروبي للخروج من المظلة الإطلاسية طالما أن معظم أعضائه وخاصة الفرنسا النووية هي عضو في الناتو هذه نقطة أولى نقطة تالية لا يبحث الأوروبيون عن مخارج للإفلات من بعض الضغوطات الأمريكية إلا عندما تكون مصالحهم الخاصة مهددة مباشرة وهذا ما رأينا عندما اتشفوا أو وضعوا آلية للتبادل التجاري مع إيران ولكن سمحي لي في ملاحظة سمحي لي ست إليسار في عدة نقاط تفضلت فيها بالسؤال السابق والسؤال لضيفيك وفي ضرورة لتوضيحه أولا نقطة الأولى أننا نعيش اليوم مخاض صعب جدا وحاد جدا وقاسي جدا لعالم متعدد الأخطاب نعم لما نقول أن الأمم المتحدة هي المرجعية طبعا يعني بكم تسمحوا لي أنه مش ناسي ولا عم غض النظر عن ألعاب القوى ولكن ولكن الأمم المتحدة اجت لتقاون هذا الصراع وألعاب القوى وتحويله إلى سياسات على الأرض يعني بدي أذكر ضيفيك أنه يخلي لي عصبة الأمم على جنب الحرب العالمية التاني كانت نتيجة سياسة مواجهة موازين القوى وتصرع بعد الحرب العالمية التاني أنشئت الأمم المتحدة للجم هذا المسار يعني إذا بدنا نرجع لقوانين شريعة الغاب التي كانت قائمة القرن التسع عشر وقبل الحرب العالمية الأولى وقبل الحرب العالمية التاني خلينا نعرف ولكن مرجعيتنا اليوم هيها ليس هذا المقصود أستاذ جدولف تخضر نعم ولكن للتوضيح فقط الولايات المتحدة منذ إنشاء الأمم المتحدة تحاول الإفلاث جون بولتون قال إذا مسحنا عشر طوابق من الأمم المتحدة ما بتغير شيء ولكن هذا كان الهدف ضغط على الأمم المتحدة يعني نحكيها بطريقة نتوجه للمشاهد نعم نعم انتهت عملية رفض أو محاولة إرغاء بين مستوجان اللي بلاشتها مدام أولبريت سنة 1996 لمن أرادة إنشاء تحالف ديمقراطيات وأفشلتها فرنسا انتهت أنه تعين الوزير المساعد الأمريكي جون جيفري فيلتمان تعين كنائب الأمين العام وبالتالي مطلوب من الولايات المتحدة شيئان بالنسبة للأمم المتحدة أولا أن تختفي أو تتحول إلى أداة فقط بينما هي صاحة صراع صاحة مفاجهة فعلية لا توقزيني أو تخضع للسياسات الأمريكية ما يحصل اليوم اكتشفت أمريكا واكتشف البعض اكتشفوا لأنه كانوا مخاببين عيونهم أنه في مجال بالأمم المتحدة واحد يوقف بوجه هذا المسار المتجه الحيمة المطلقة وأن يضع لحدا على الصعيد القانوني يعني لا يعطي الشرعية لأي تدخل هلأ موازين قوى طبعا تلعب يعني عن ثلاث مؤتمرات بالنسبة للمنطقة لدينا مؤتمر صوتشي مبين سوما حي بالنسبة للمؤتمر بارسو المتزامن مع مؤتمر منيخ اسمحيني أول شي مؤتمر فاشل نحن نعرف شو نقال داخل الأروقة مع الدول حتى الاتحاد الأوروبي السيدة موغيريني رفضت شارك بمؤتمر وارسو يعني الاتحاد الأوروبي كاتحاد لم يشارك في مؤتمر وارسو نقطة ثانية أنه سبح المؤتمر لعنتريات سيد نتانياهو ويظهر عن مشاريعه ومشاريع بعض الدول اللي خايف اليوم ونظر ورضايف كون ما يشتخذ بكلمة العدو أنه محتبر عدو هذيك اللي يحكوا هاللغة نحن ما نحكي لغة أنه بين العرب أو التجامع عربي ودولة إيران في عدو نعم مش هك الأمور لا مشكلة هو قدم وجهة نظره في جميع الحالات سوف نتوقف مع فاصل قصير إذا سمحت ومن بعض الفاصل نتحدث أكثر عن مؤتمر سوتي الذي تترقنا إليه كثيرا في هذا الحوار ونتحدث أيضا عن المتوقع والنتائج المرتقبة من قمة ميونخ للأمن إذن فاصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد مشاهدين وأهلا بك الأستاذ علوان أمين الدين معنا في الستوديو والأستاذ رودولف القارح من بريكسيل فقط ليعطائك حق الرد وننتقل سريعا إلى مقال صحيفة الأخبار تفضلت بتوصيف إيران من دون أن تسميها بأنها العدو المشترك لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في المنطقة هذا من وجهة نظرهم ولكن هل تعتقد أو هل تريد أن تضيف شيئا فيما يتعلق بقدرة هذه الدول على التصدي فعلا لهذه القوة الناشئة في المنطقة يعني بس التوضيح كمان نعم مثل ما حضرتك تفضلت العدو بالمفهوم المؤتمرين وليس بمفهومي أنا أنا أتكلم من وجهة نظره نوم نعم تانيا في موضوع طرحه أستاذ رودولف عن موضوع عالم متعدد الأقطاب العالم اليوم ليس متعدد الأقطاب العالم اليوم في نظام لا قطبي اليوم بعد الولايات المتحدة دولة عزمة وهناك دول كبرى اليوم الولايات المتحدة قادرة على التخريب في أي مكان في العالم وإنهاك هذه القوة لأن لديها القدرة فالعالم اليوم يتجه من عالم أحادي القطب إلى عالم يتكون وهذه الصراعات التي نجدها اليوم هي تسبق عادة تغير أي نظام دولي في العالم اليوم لا يوجد تعدد أقطاب حتى بوجود الفيتو الصيني والروسي في أماكن معينة حسب مصلحها بالنسبة لموضوع الأوروبيون وموضوع الناتو طبعا هم الأوروبيون بعضنا تحت تأثير مشروع مارشل في الخمسينات واليوم يحاولون الخروج ولكن مدى أو إمكانية هذا الخروج لا تزال غير معروفة ربما أبيض محاولة هي محاولة إنشاء جيش أوروبي مشترك لقيادة ألمانيا وفرنسا وهذه استدمت برئيس ترامب وكلنا عرفنا التغريدات التي أطلقها ضد رئيس سنتحدث عنها أكثر بالتفصيل ولكن فقط كي لا نبتعد كثيرا عن الموضوع الرئيسي اسمح لنا أن نتابع الآن أبرز ما ورد في صحيفة الأخبار اللبنانية عن ثلاثية سوتشي تحت عنوان توافق على التنسيق في إدلب وشرق الفرات نتحدث فيه أو نطلع فيه على أبرز ما ورد في البيان الختامي لقمة سوتشي إذن نتابع الأخبار اللبنانية ثلاثية سوتشي توافق على التنسيق في إدلب وشرق الفرات نصى بيان قمة سوتشي المشترك لقادة روسيا وإيران وتركيا على تنسيق الأنشطة لضمان الأمن والاستقرار في شمال شرقي سوريا مع احترام سيادة البلاد وبما يتضمن الاتفاقيات القائمة وتعد هذه الإشارة الأوضح إلى الجهود الروسية الحثيثة الرمية إلى إحياء اتفاق أضنى بين دمشق وأنقرة ورهان عليه ليكون بابا لعودة العلاقات والتنسيق بينهما ولم يكن الحضور الطاغ لقضية الانسحاب الأمريكي على أهميتها كافيا لتهميش ملف إدلب إذ أكد البيان الختامي المشترك على ضرورة التصدي بفعالية لمحاولات هيئة تحرير الشام الإرهابية فرضى سيطرتها على منطقة خفض التصعيد إلى جانب اتخاذ خطوات ملموسة للحد من الانتهاكات في المنطقة المنزوعة السلاح من خلال التنفيذ الكامل للاتفاقات المتعلقة بإدلب بما يتضمن مذكرة التفاهم الموقع في أيلول سبتمبر الماضي ويشير ما سبق تقاطعا مع تصريحات الرؤساء الثلاثة أمس إلى أن الفرصة لا تزال متاحة وفق اتفاق سوتشي الأخير مع ترك الباب مفتوحا لاستهداف الجماعات الإرهابية وفق ما تنص عليه مذكرة التفاهم الروسية التركية وإلى جانب ملفي أدلب والانسحاب الأمريكي تفق ثلاثي أستانا على ضرورة انخراط المجتمع الدولي وخاصة وكالات الأمم المتحدة في استعادة أصول البنية التحتية بما في ذلك مرافق إمدادات المياه تدفعه موسكو تمهيدا لإطلاق عملية إعادة الأعمار في سوريا في مواجهة الطروحات الأمريكية والأوروبية التي تشترط حلا سياسيا ناشطا للمشاركة في تغطية تكاليف تلك العملية كذلك أكد البيان أهمية تهيئة الظروف لعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين داخليا والتفاعل على نحو إيجابي مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أستاذ علوان هل تكون إعادة إعمار سوريا سببا مباشرا لدول أو لكتل تكتلات كبرى كتركيا مثلا أو الاتحاد الأوروبي لتعلن صراحة تباينها مع الموقف الأمريكي والإرادة الأمريكية قد تكون سوريا جزء من ملف متكامل بالنسبة لهذه العلاقة وليست هي الجزء الأساسي يعني الرابح الأكبر في الاقتصاد في سوريا طبعا هو الصين وروسيا خلال إعادة الأعمار والغاز والنفط طبعا هناك شركاء آخرين مثل إيران وغيرها وقد يكون هناك إرضاء لتركيا في مكان ما بالنسبة كجارة وإعادة تطبيق اتفاق أدنى وغيره طبعا الجميع اليوم يعني يريد الدخول إلى سوريا وهناك مباحثات اللي نحن نعلم من تواصلنا مع بعض النواب في سوريا هناك وفود تأتي أحيانا تكون غير معلنة للتنسيق في هذا الموضوع ولكن ما هو المطلب السوري الرئيسي أن يكون هذا التنسيق إذا أردتم العودة إلى سوريا سيكون عبر العلن وعبر السفرات والتنسيق الدبلوماسي وليس هروب من تحت الطاولة في وجه الولايات المتحدة وأخذ المشاريع فهذا أهم نقطة في هذا الموضوع أنه التنسيق العلني ما تريد العقومة السورية تماما أنقل السؤال للأستاذ رودولف القارح هل يمكن أن تكون إعادة أعمار سوريا وأهمية المشاركة فيها بالنسبة للجانب الأوروبي تحديدا أسألك هل يمكن أن تكون سببا لموقف أوروبي حازم في مواجهة الولايات المتحدة وأتمنى عليك عن الإجابة مباشرة عن هذا السؤال لضيق الوقت يا سيدتي إذا بدك إجابة مباشرة الأوروبيين لن يدخلوا إلى سوريا طالما لم يرفعوا على العقوبات وطالما استمروا في هذه طريقة التعامل مع الموضوع السوري بس نحيدي الكلام الذي تفضلت وعرضته من خلال أكبار نموذجي موضوع سوتي نموذجي ونعود إلى الكلام الذي قلته سابقا نحن نعود إلى مرجعية مجددا ميثاق الأمم المتحدة يعني احترام المعاهدات اللي وقعت لمن بيرجع السيد إردوغان بيقول أنه بدأ إرجع لإتفاقية أسنة يعني عم بيرجع لإحترام الأنون الدولي وهالنقطة نموذجية لأنه نتأرجح في الموضوع السوري من طرف من باب تركيا بين مستويين مستوى التلاعب على موازين القوى وموازين القوى صارت لغير صالح الدولة التركية والعودة إلى تنظيم العلاقة وهي العودة إلى الأمم المتحدة وهنا أريد أن أذكر بنقطة كثير مهمة فيه شيء بمثاق الأمم المتحدة سيدة إليسار اسمه معاهدات الأمن الجماعي أنا أتذكر أنه من عشر سنين كان فيه بداية نقاش بين دولة الإمارات ودولة إيران حول قيام معاهد مشتركة في هذه المنطقة شو صار سياسة الإيذاء سياسة الإيذاء الأمريكية صحيح عندهم قدرة على الإيذاء بس فرجالي وين عم يبنوا وين عم بيدمروا هرول أستاذ روبرت جيتس وزير الدفاع أنا زاك إلى الإمارات ليقول لماذا تقومون بإنشاء معاهد التعاون مع دولة إيران عليكم أن تبقوا تحت حماية ومزلة الصواريخ الأمريكية هذا الفرق اليوم بين العالم اللي نحن متوجهين له والعالم اللي بحبين الأمريكيين يستمر على هالطريقة هيا ولكن فشلوا بكل مؤتمر تقول محاولاتهم أنه يقوموا فيه نعم تماما طيب أستاذ علوان هل يمكن لمسألة النازحين أن تكون مسألة حاضرة اليوم في مؤتمر ميونيخ وربما تكون أداة لابتزاز بعض الدول من جانب الولايات المتحدة أو حتى أوروبا يعني هي مسألة النازحين طبعا من ضمن أيضا أيضا كمان الخوف من الهجرة عبر المتوسط وغيرها وهناك أن الرئيس أردوغان تحدث البارحة وقال أنه تركيا دفعت بحدود الأربعين مليار دولار على النازحين في هذه الفترة هناك عودة العودة الطوعية وهي موجودة من لبنان طبعا هذه مسألة مسألة ضغط على الحكومة السورية بما أنه الوضع العسكري الميداني هو لصالح الدولة السورية والوجود الروسي بجانب بجانب الحكومة السورية وأيضا الدعم الصيني الخفي نوعا ما وطبعا الوجود الإيراني نعم في الشق العسكري لا يستطيع هناك الضغط كما كان في قبل أنا بالنسبة لموضوع الشمال السوري عندي رأي خاص أن الولايات المتحدة كانت تراهن على سقوط سوريا بعد الربيع العربي وتفكك سوريا عندما فشلت في هذا الموضوع من تفكيك هذه الدولة أو تغيير النظام فيها أرادت أن تحجز لها مكانا على الطاولة السورية فبدأت بعد وجود السوري الروسي في سوريا أخذت مناطق في الشمال وأرسلت حوالي 2000 جندي وهناك كذا قاعدة بالنسبة للشمال السوري حسب الخرائط الجيولوجية وغيرها النفط أو الموارد الطبيعية موجودة في محافظة حمص هذا النفط البري لا يوجد شيء في المنطقة الشمالية إلا أنها خزان زراعي لسوريا لأنها تقع ما بين النهرين حتى القطاع 36 الموجود فوق هو ليس بكاف لكي يغرئ الأمريكيين للوجود هناك والدليل على ذلك أن الرئيس ترامب قال للعرب إذا أردتم أن نبقى في سوريا فعليكم أن تدفعوا ألا سنغادر هذا الموضوع لم يقله في العراق لأن العراق يعرف أنه سيكون له حصة طبعا هو ما يتمناه أنه سيكون له حصة كبيرة من النفط وخصوصا إذا تذكرنا زيارة العبادي إلى الولايات المتحدة الرئيس الوزراء السابق وقال أن نحن دفعنا تليليونات الدولارات في الحروب في الشرق الأوسط ولم نحصل على شيء فبالنسبة للسوريا ستكون ورقة مقايضة أمريكية في أي محادثات ستجري فيما بعد فالجزء المتعلق بالعودة للنازحين هو طبعا جزء مهم للضغط على الحكومة السورية من هذا الباب تمام هل يمكن أن يمثل مؤتمر ميونيخ اليوم نقطة تحول في هذا الملف أم أنه عاجز في هذا المكان أيضا؟ كما تفضل الأستاذ القارح الموضوع أصبح منتدى أكثر ما هو مقرر وفاعل اليوم أنت تستشفين السياسة العالمية من خلال هذه المؤتمرات ومنها مؤتمر ميونيخ للأمن الذي أصبح منتدى عالمي كما تحدث أيضا عن دافوس أنه منتدى اقتصاد لكنه قد جمهد لبعض المتغيرات ولسيما في اللقاءات الهامشية التي تحصل بين صناع القرار أكان رؤساء أم رؤساء حكومات أم حتى رؤساء منظمات دولية لذلك نطرح السؤال طبعا في الكواليس هناك اجتماعات أيضا تكون موجودة ثنائية واجتماعات بين القوة والأطراف ولكن كمؤتمر لا توجد هناك نتائج مباشرة من خلال هذا المؤتمر أما من خلال اللقاءات التي قد تكون وراء الكواليس طبعا قد ينتج عنها أمور كثيرة تمام هناك بعض الدول ربما ما زالت تعول على هذا المنتدى أو المؤتمر في ميونيخ وأبرزها مصر لذلك سنتابع الآن تقريرا ورد في صحيفة الأهرام المصرية يتحدث عن رشدة أو وصفة مصرية لمواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط سنتابع أبرز ما نصت عليه هذه الرشدة ونناقش الأهرام رشدة مصرية لمواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط رشا عبد الوهاب الأزمات تضرب في أواصر العالم من الاضطرابات الداخلية إلى الصراعات بين الدول التي وصلت إلى مرحلة الذروة خلال 2018 وبدايات 2019 فمن الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي خروج بريطانيا من التكتل الموحد بريكزت إلى الخلافات الثنائية الناشبة بين فرنسا وإيطاليا من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى ودول شرق القارة العجوز وغربها إلى المشكلات الداخلية مثل السترات الصفر واليمين الشعبوي والإرهاب والهجرة إلى جانب السياسات المثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تمثل تهديدا للأمن العالمي مثل مواقفه من الصراع العربي الفلسطيني والانسحاب الأمريكي من سوريا والحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي والملف الإيراني وغيرها الكثير من التحديات التي جعلت التحذير من تفكك النظام العالمي العنوان العريض لمؤتمر ميونيخ الأمني ويمثل حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمؤتمر ميونيخ خطوة مهمة باتجاه طرح رؤية مصر للقضايا الأمنية والاستراتيجية التي تهدد الشرق الأوسط والعالم وذلك مواكبة لتوليها رأسة الاتحاد الأفريقي خلال 2019 مشاركة مصر تأتي ضمن سياق دورها في التنمية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية كما أن مصر تؤدي دورا كبيرا من أجل حل الصراعات التي تعصف بالمنطقة ما يجعلها الأكثر دراية بالقضايا الأمنية والتحديات التي تهدد الشرق الأوسط سواء على صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وملف المصالحة إلى جانب التحديات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من القضايا التي تثير مخاوف وانقسامات عالمية نطرح السؤال على الأستاذ رودولف القارح ما الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر تحديدا بعد مشاركتها في قمة ميونيخ أو مؤتمر ميونيخ وهي تعول عليه على ما يبدو هل هو دور يقتصر على شمال أفريقيا أم يمكن أن يصل إلى سوريا ومنطقة بلاد الشام عموما إذا أخذنا الوضوع من الزاوي فقط الأمنية طبعا لبصر ولجوار مصر ولكل دول شمال أفريقيا والمنطقة دور في مواجهة آفة الإرهاب ولكن الإرهاب ليس مشكلة أمنية فقط الإرهاب بالأساس سياسي وبالتالي الحكومة المصرية إذا تبحث عن دور اليوم يجب عليها إعادة النظر بكامل سياستها في هذه المنطقة أولا علاقتها ببعض دول الخليج ثانيا علاقتها بالولايات والتحدة لا يمكن للمصر بدورها وموقعها أن تستمر في هذه السياسة وتلعب دور كاسحة الغام لغيرها على مصر أن تعود إلى الحضن السياسي الفعلي القومي العربي وتنتهج خط جديد في مواجهة كل مشاكل المنطقة سألت ترفقي سؤال سابقا حول هل سيتمخض مؤتمر منخ عن توجهات رأيي طبعا بمؤتمر منخ خطاتك ولكن فينا أكد لك أنه لن يكون لمؤتمر منخ أي فعالية فعلية في ظل الأوضاع الراهنة سأكون مرحلة محطة في هذه المواجهة الشاملة وسنرى في الأيام المقبلة بعض الدول التي وأحكي تحديدا عن العدو الإسرائيلي يعني اللي عم بيعنتر اليوم لأنه مفكر سيد نتنياهو أنه في وظف بأسينا وما يحصل عندنا في حملته الانتخابية هذه مسألة أخرى بغض النظر على كل شيء لا يمكن لمؤتمر من هذا النمط كما لم يحصل مع دافوس أو غيرها سوى أن يكون مؤشرا لتوجهات وعلى هذه المؤشرات ولا حتى يمكن أن يستهيما في فرملت حقا العصر ستحدد سياسات الدول بالحديث عن العدو الإسرائيلي ولسيما أن فلسطين ستشارك للمرة الأولى بصفة دولة فلسطين في هذا المؤتمر ألا يمكن أن يلعب دورا ولو بسيطا في فرملة لصفقة القرن صفقة القرن باعتقاد الشخصي أصبحت بلا أجلحة يعني الطائر عم بحاول يطير وماعد عنده جناح للطير عم بيبشي على الأرض صفقة القرن كانت تطلب إسكات سوريا كانت تطلب ضرب لمنسمين احنا محوار المقاومة كانت تطلب شروط مختلفة كليا كانت تطلب جميع أمريكي وأممي على هذا الموضوع أقول أمريكي لأنه دور الأمم المتحدة للولايات المتحدة بإسرائيل أساسي مش إسرائيل اللي بتقرر إسرائيل بتشاركي بكب القرار ولكن القرار أساسا أمريكي وضع السيد ترامب اليوم داخلي صعب جدا فشلوا بفنزويلا فشلوا بأمكين أخرى فشلوا بسوريا حيث تنسحب القوى شو ما قالوا وركبوا لباس للموضوع أمريكا تنسحب لهم مش معناتها أنه اختفت أمريكا مش معناتها أنه ما قادر تأذي طبعا فيها تأذي ولكن الموضوع الأساسي هو أن لا ننجر نحن في المنطق أو بمسار المنطق الذي يريدونه ونحن لدينا كمان منطقنا بالموضوع شو يعني استفاقة القرن؟ يعني إلغاء القضية الفلسطينية لن تلغى القضية الفلسطينية هاي لازم المشاهد والناس يعولها الموضوع هذا ولا مؤتمر منيخ ولا أي مؤتمر آخر ولا ورس ممكن أن يلغي قضية مرجعية الأساسية أعود وأكرر هي الأمم المتحدة تمام كي لا نستغرق كثيرا في الشأن العربي على أهميته تفضلت بالحديث عن فنزويلا وأود أن أسأل الأستاذ علوان أمين الدين عن فنزويلا هل يمكن أن تنزلق فنزويلا إلى اقتتال داخلي وهل يمكن أن تنفذ الولايات المتحدة تهديداتها بتدخل عسكري في فنزويلا؟ يعني سأعطيك بعض المؤشرات يعني تمام برأيي الشخصي أن موضوع ضرب فنزويلا أو ما يحدث في فنزويلا إذا عدنا إلى ما قبل رأس السنة يعني الآخر 2018 وصول البجع البيضاء الروسية وهذا سلاح استراتيجي ثقيل إلى فنزويلا هذا مؤشر خطير على الأمن القوم الأمريكي يعني هذا الموضوع ليس طبعا موضوع النفط هو موجود يعني تقدر هنا حسب الدراسات الاحتياط النفط المؤكد هو الأعلى الفنزويلا بحدود 24.8% ولكن الموضوع في فنزويلا هو أيضا موضوع أيضا أمني يعني هناك فنزويلا بعد من الأنظم اليسارية التي لم تستطيع الولايات المتحدة إسقاط نعود أيضا إلى كتاب مهم لجورج فريدمان اسمه العقد المقبل يعني ترجمة بالعربية اسمه الجمهورية الإمبراطورية والجمهورية فعالا متغير ضمن هذا الكتاب يضع طبعا هذا ليس موضوع مقدس ولكن نستشف منه أمور كثيرة وخصوصا أن جورج فريدمان هو رئيس مركز ستراتسفور التابع للبنتاجون تماما يقول بالنسبة لموضوع الشرق الأوسط لنرجع نوصل على فنزويلا المهم ثلاثة أمور أولا استمرار تدفق النفط ثانيا القضاء على الإرهاب وهذا مفهوم أيضا ملتبس أن الإرهاب بنظرنا غير الإرهاب بنظر الولايات المتحدة ومواجهة إيران بالعودة إلى الأمريكا اللاتينية يقول أنه طبعا فصل كثير بموضوع أمريكا اللاتينية ولكن أهم أو أبرز ما قالوا أن أهم دولة بالنسبة للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية هي لبرازيل وبشرط واحد أن تحصل على قوة بحرية تستطيع أن تقطع الطريق محيط الأطلسي ما بين القرى الأفريقية وما بين البرازيل واليوم كما نرى أنه تم وصول بولسونارو إلى البرازيل واليوم هناك مشكلة بالنسبة لموضوع البريكس أيضا وأين سيكون مستقبل البريكس مع وجود البرازيل ضمن المحور الأمريكي فاليوم بالنسبة لفنزويلا أعتقد أن الأزمة قد تم استعاب الأزمة استعابها وليست أخذها في الطاعة الموضوع مرشح لا تعرفي الولايات المتحدة وسياساتها ولكن هناك من توقع ما حدا بيعرف ما سيصبح بالمستقبل ولكن إلى حد الآن الرهان على انشقاق الجيش والتحاقه بالرئيس جوايدو أو المعترف به من قبل الولايات المتحدة طبعا الرئيس بنظرهم أحسن أن نرجع لنصف الموضوع واضح واضح تماما فهو أنا أعتقد أنه لحد الآن المراهنات لم تجدي نفعا إلى حد الآن للأسف الوقت انتهى بالكامل كنت أود أن لن نغيب عن موضوع بريكزت ولكن ربما نخصص له حلقة أخرى أو حوار آخر شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين الأستاذ علوان أمين الدين مدير مركز سيتا للدراسات والأستاذ ردولف القارح الأستاذ الجامعي والمستشار في المؤسسات الأوروبية وكان معنا من بريكسال عبر سكايب والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة